منذ واحد جادية رسالة بعثة بها المجتمع الصالح مصلح العتيبي يقول سمعت حديثا يقول من حفظ عشر آيات من سورة الكهر حصمتهم من فتمة المسيح الدجال هل هذا الحديث صحيح؟ وكذلك سمعت الحديث الذي معنا من قرأ يوم الجمعة سورة الكهر كانت له نورا يوم القيس الحديث الأول ليس هو من حفظ عشر آيات بل من قرأ عشر آيات من أول سورة الكهر وفي رواية من آخر سورة الكهر عصم من الدجال هذا والد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن بلفظ من قرأ أو تلأ وأما الحديث الثاني الوارد في فضل قراءة سورة الكهر في يوم الجمعة فله أصل وإن لم يبلغ درجة الصحة وإن لم يبلغ درجة الصحة ولكن يستحب قراءتها في هذا اليوم